اهلا بحضرتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين خلال راحة بضيف العزيز وصديقي الناقض الرياضي الأستاذ محمد مراد مسائل فل يا مراد مسائل فل عليك يا هاهو صباح الفل صباح الفل صباح الفل عليك يا خبارك ايه خبارك كابتن وسعيدنا انا بقى موجود معدك العادة مورنا و نور اليوم الساعة دايما ايه اللي بحصل في اتحاد الكرة بقى اللي بحصل فتحاد الكرة ان خلاص الحمد لله الكابوز بتاع اللجنة المعينة أو الموظفين اللي في اتحاد الكرة هتخلص إن شاء الله يعني يوم خمسة يناير خلاص رسمي انتخابات اتحاد الكرة رسمي خلاص النهارة مبارحة أو الخميس يوم الأربع اتحاد الكرة بعد خطاب لوزارة الشباب والرياضة بيختاروا فيه بإجراءات الجامعة العمية اللي هيتم من خلالها الانتخابات ويتم من خلالها بنقشة الميزانية النهاردة أو الخميس وصل خطاب رسمي لاتحاد الكرة الموافقة على الجامعة العمية اللي هيتم فيها قامة الانتخابات ومن قشة الميزانية يوم خمسة يناير إن شاء الله هيبقى عندنا يوم خمسة يناير هيبقى عندنا مجلس إدارة ومنتخب لمدة سنتين ونص طبعاً زي ما احنا كلنا خمسة يناير خمسة يناير إن شاء الله انتخابات اتحاد الكرة وده بشكل نهائي خلاص فاتح باب الترشح والغد الوقتي ما فيش حاجة رسمي اتحدد بس فاتح باب الترشح خلاص غالباً هيبقى يوم 14 ديسمبر فاتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إن شاء الله هل ظهرت القوائم بتتخيل أو بتتصور إنه هيبقى أكتر من قيمة ولا ممكن تبقى قيمة واحدة بالتسكية بصوا ممكن نشوف قيمتين أو ثلاثة كابتن لكن القيمة اللي أبرز دلوقتي اللي اسمعنا أسميها مبارح يلا شاهدت مبارح الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأستاذ خالد درندري أمين صندوق النادر أهل السابق هو يبقى نائب رئيس اتحاد الكرة نعم كابتن حازم إمام كابتن محمد براقات نعم الحاجم محمد أبرافة ممثل عن السعيد نعم الدكتورة صحر عبحق نعم أحمد مجاهد أو أحمد إبراهيم مجاهد عشان الرجل بيتهاجم كتير قوي بسبب الاسم أحمد إبراهيم مجاهد نعم دول كابتن سبع أسماء اللي هو مشهور دول سبع أسماء آه تمام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سبع احنا تسعة آه احنا تسعة آه والمفروض تمانية ومقعد مرأة آه دول السبع بنسبة إن شاء الله تسعة وتسعين في المائة دول آه المرشحين الأبرز في القيمة آه اللي هو حلم المشهور من الأسام المرشحة بكوة وتبقى موجودة آه سمعنا الفترة الأخيرة والساعة الأخيرة في آه عاصم مرشد آه وفي آه نور رسلان لكن السبع الأولين دول خلاص يعني شبه منتهين فيه آه اسمعنا الكابتن محمد عمر لكن ما حسامش آه الموضوع ما تحسامش بنسبة كبيرة أو شكل كبير نوعي بقى موجود أو لا في الانتخابات الجاية وكان اعترض عليه حتى انتخابات الانتحاد السكنداري من الحج محمد مسالحي لكن معلومة اللي عند ان الكابتن محمد عمر بنسبة كبيرة لم يحصل موقفه النهائي من التراشع سواء في اتحاد القرى أو شناد الانتحاد السكنداري فبالتالي لسه فيه خلاف على اسمين لكن آآ أعطاقنا النساء اللي هو حلم المشهور زمان تعطيها فولد آآ اسمعنا فيه آآ اسمعنا خالد بيومي ممكن من الأسماء اللي هي ممكن تترشع فيه قوام تاني آآسامي تاني كابتن يعني بتبدأ دلوقتي انها هتتكلم بعض أعضاء جمعهم عشان يعملوا قايمة وينزلهم عشان الناس طبعا تبقى فاهمة معنا ان خلاص الانتخابات من زي زمان اي حد يعني هو نزل الوحيد فينزل لأ لازم دلوقتي تنزل على النظام على قايمة والانتخاب انتخاب قايمة والانتخاب بتخش تعلم على قايمة قايمة كزا قايمة مسلا جمال علام او قايمة حسن فريد مسلا من ناس اللي صحبت يعني عمل حاجة في التحاد الكورة لهوا بيان حالا ان هو كان نائب رئيس واتحاد الكورة او كان موجود قبل كده في التحاد الكورة فشايف ان أنetical اه يعمل قايمة يبديل لجمال علام يعمل قيمة يباديل لجمال علامة. يباديل لجمال علامة. طب في اسماء تانية بتتردد زي مسلا. حمل طويلة يعني من الناس اللي بيتردد انها بتعمل قيمة. لا في كمان لا في اسماء كأعضاء زي مسلا زي مننا اهاب الكومي مسلا. اهاب الكومي الناس المرشحة. في جملتنا يا سماح عمار في دورة. دين الرفاعي. اه. في اسماء. في حاج محمود الشامي يعني ببدأ. لا حمام الشامي مش موجود. يعني بعض الناس بيقولون ان هو بيتكلمهم بيعرض عليهم ان هو بيعمل قيمة. حاج محمود الشامي على تواصل مع بعض الحساب معلوماتي إنه الشامي المعلومات اللي كانت عندي من ثلاث تيام واربعة تيام إنه هيريح الدورة دي هو نفسه أخد القرار بعدم الدخول حسب معلوماتي اللي ممكن تتغير من ثلاث تيام واربعة تيام نفس المعلومة اللي عندك أنا سامع مؤخرا إنه هو على تواصل مع بعض الأسماء بيرض عليهم إنه هو إيه رأيكه لو عملنا قايمة ننزل مش عارف إيه فمش عارف بقى هو هينزل ولا بيتكلم على بلتسان مثلا حد مرشح كان عايز ينزل او لأ. طبعا من الناس هبتسأل فين محمود طهر. اه. من لسه هسألك السؤال. اه. اعتذر واعتذر الحقيقة بشكل انهائي ورسمي خلاص. انتظرت لك الكلام ده اخر مرة. اه. اعتذر واعتذر بشكل انهائي ورسمي خلاص ان هو يعني اه كان اه كان يتعرض عليه من بعد عضاء الجامعة العمية طب ينزل هو وكان بيشاور نفسه وفيه ضغوط ضغوط اثارية عليه برضو كان هو يعني مش عايز يرجع المجال العام او اتحاده كلها تحدينا الوقت الحالي. هو كان بيفضل من فترة لو هينزل كان ينزل انتخابات الاهل لكن خلاص قفل موضوع الانتخابات خالص. اه. وسامع ان فيه محاولات بتجرى معاه تاني من اعضاء الجامعة العمية ان هو ينزل لكن اعتقد خلاص. لا خلاص كده الامر. يعني برضو المعلومات اللي عندي انه المهندس محمود طهر كان عايز ينزل بمجموعته. يعني مجموعة. بقيمة معينة. وانه يعني فيه اعتراضات من جمال العمية انه طلبوا تغييره وطلبوا الناسبة وممثلين عنهم. عنديت السعيد وعنديت بحري. نعم. وعنديت مطروح مسلا وحاجة من كده. لكن هو الراجل كان اصر ورفض وتمسك ان هو هو اللي يجيبي للقايمة من اولا الاخرة. سواء بقى من عنديت الجمال العمية او من اسماء من برى الجمال العمية. لكن خلاص الموضوع انتهى. هل طرح اسم الاستاذ جمال علام شايفه مفاجأة? بص هو جمال علامة كابتن حتى يعني باتكلم معك كزا مرة ان كابتن جمال علامة حتى بقين عن الجمال العمية كان ناوي يرشح نفسه. اه. وكان بيداره على قيمة. يعني. وما اغضبني منه انه اه كان اه عايز يدخل مسلا نائب مع المهندس هنا بوريدة. هو كان رئيس هات كورة. وبالتالي نوجة نظري انه ما كانش يليق يعني انت خلاص بقيت رئيس هات كورة. ما ينفعش ننزل خطوة يعني. يتبتعد يتنزل على نفس المقعد بتاعك يعني. بعد عن اي تحفظات اخرى يعني. لسه نبقى نتكلم في موضوع الانتخابات كتير بعدين يعني. اه لكنه هو عنده اه امل انه يبقى رئيس من جديد لاتحاد الكورة وزا حق مشروع للجميع يعني. يعني هو طبعا كان ساعتها كان الوقت ده من البادر اوة كابتن يعني اعتقد من سبعة اوة شهور لما كنا سمعنا ان الكابتن هاني كان عايز ينزل يرشح نفسه تاني. اعتقد الموضوع اتقفل وهو كان في يعني كان مصر في وقت من وقت ان هو الرئيس لكن لما لو قال كان حتى دي تصريح ساعتها وقتها لو كابتن هاني الوحيد اللي لو نزل هنزل معه نائب نفس الامر كان ناس كتير برضو اتكلموا في نفس الموضوع. لكن خلاص موضوع كابتن هاني اتقفل. كابتن هاني مش هينزل انتخابات تحاد القرى او خلاص يعني مش هكلي رسمي اه مش هبقى موجود الدورة الجاية اه فنتكلم في الاسماء اللي موجودة دي وبنسبة كبيرة يعني يعني بنسبة كبيرة جدا الاسماء اللي احنا كلمتها يا كابتن الجمال العلام والناس دي هي تبقى موجودة في المجلس. هل كان في خطاب غريب جي من الفيف انه اللجنة اللي موجودة هي اللي تشرف على الانتخابات بعد بعد القرار اللي طلع انه لجنة الانضباط ولجنة الا الاستئناف هما اللي يشرفوا على الانتخابات ده حاجة والحاجة التانية انه رغم استخالة احمد حسان عوض وكان اسمه مرشح بقوة كان غريب اوي انه يجي فقرة في الخطاب مخصصة ما انت عارف عارف لما كان بيعمل لايحة اقول لك والاعلام كان ناس صحيحة ببنقصين احمد شبير لما سموه لايحة شبير يعني ده برضو يعني خطاب احمد حسان عوض يعني اه وطبعا موضوع الاعلام ده خلاص طرع لا اساس اللي هو من الصحة يعني اللي عايزة رشعناه بدلين اه كابتن حازم امام مسلا موجوده كابتن بركات موجوده بيعمله في الاعلام يعني بص انا على طول مشكلة مع اتحاد الكرة او مع احمد اه مجاهة تحديدا اه ان هو بيستخدم اللايحة لصالحه امم يعني بيستخدم اللايحة اللواح لصالحه لو بيحب الكابتن احمد شبير عادي هيشيل لك بند الاعلام امم لو بيقرأ الكابتن شبير هيحط لك بند الاعلام ويطلع لك ميدة بند امم فدي الازمة جوه اتحاد الكرة اه هتتكلم على موضوع لاجنة الانضباط ولاجنة الزلمات اللي هم يبقى مشوفين على الانتخابات امم انا بقول لك من هيحصل كوارث وازمات واخناقات الفترة الجاية امم بسبب موضوع اشراف اللي اقناس الوسائي على الانتخابات وهتلاقي ناس هيواجه مشاكل امم يعني انا بحذرهم من دلوقتي يعني انا عندي معنوات ان هيبقى في مشاكل كتير جدا على تات او اربع اسماء اللي انا قلت احضرتك عليهم امم هيواجه صعوبات وهيتحطى لهم اه هيتحطى لهم ازمات امم انت قلت ليش على اسماء انت قلت لي فيه اعتراض على اه بص يعني نبتدي بالجواب الاول يعني هو طبعا فيه حالة من الديق طبعا زي ما انت قلت على ان المفروض ان الجمعات وما كانوا كانوا حطين عدد من بنود خمس بنود امم او ست بنود لازم الست بنود يتوافع عليهم اتوافع على خمسة وسادس دا اللي هو اه اه يعني ان لجنة اللي انتباط ولجنة الزنامات تبقى هيا اللي مشرفة على الانتخابات امم مايبقاش لجنة الصرايسية نعم الجواب كل اتوافع عليه مع هذا الحيطة دي ونزلت باند صريح في البيان اللي منشور نعم الانتحاد الكرة ان اللجنة السراسية هي بناء على تعليمات الفيفا والالتحاد الدوني ان اللجنة السراسية هي المشرفة على الانتخابات هو الفيفا اللي رفض وهو الفيفا اللي وافض اللي كان رفض ازي رفضت في اسبوع ووفقت بعدها باربعة اه أس ايام يعني الكلام ده كله فيسبوك يعني حتى ياخد وقت أو حتى ييجي قابل يا جماعة الناس برفضة والله يكونش في حد في مصر هو اللي بيقوله ما يقولك في فيفا من دال لبنان في فيفا من دال لبنان هو اللي بيوافق هو اللي بيرفض